أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسمي عضو المجلس العلا حاكم رأس الخيمة أكد أن تعزيز العلاقات والشراكات الصناعية الاستراتيجية ركيزة أساسية في خطط الإمارة لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها المتنامية كوجهة مثالية لممارسة الأعمال والإسهام في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لدولة الإمارات جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة سقر بن محمد يانج يولو رئيس مؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها وقال سموه نلتزم في رأس الخيمة بتحقيق النمو ومواصلة مسيرة التطور في شتى القطاعات الحيوية وفقا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الدول الأكثر تقدما وترسيخ تنافسيتها العالمية كمركز للابتكار الصناعي وشهد سموه توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية راكز ومؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها لتأسيس زونغ إي شاندونغ انديسترال بارك في الإمارة باستثمار يبلغ 360 مليون دولار أمريكي